تغادر القوات الحكومية والميليشيات الطائفية طوال السنوات الماضية مربع الاعتقالات التعسفية التي تجري في الغالب بناء على تهم كيدية وبدوافع طائفية وفي هذا السياق شنت القوات الحكومية وميليشياتها حملة اعتقالات تعسفية في قضاء الطارمية شمالية بغداد أسفرت عن اعتقال أكثر من خمسين شخصا وأكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أن القوة المشتركة اعتدت أيضا على النساء بالضرب والإهانة والتلفظ بعبارات طائفية وبحسب بيان لهيئة علماء المسلمين في العراق فإن القوات الحكومية وميليشيا العصاب استولت على مسجد الرسول في منطقة العبايشي ومسجد اليقين في المصلحية بقضاء الطارمية ولفتت الهيئة إلى أن هذه الممارسات التعسفية تعيد إلى الأذهان الممارسات الإجرامية السابقة بحق أهالي الطارمية وتؤكد أن حكومة الكاظمي لا تختلف عن سابقاتها محملة إياها مسؤولية الانتهاكات التي ترتكب بحق أهالي الطارمية بالمشاركة مع أحزاب السلطة وميليشياتها وفي محافظة صلاح الدين أفاد أهالي منطقة مكيشيفة شمال سامراء بأن ميليشيا السرايا ترافقها قوة من الحجد العشائري تقوم بمداهمة المنازل ليلا وبطريقة همجية حيث تعمد إلى تكسير الأبواب واستخدام القنابل الصوتية والرصاص الحي ما يؤدي إلى ترويع الأطفال والنساء وأضافوا أن خمسين مدنيا أعزلا بينهم أطفال لا تتجاوز وعمرهم أحد عشر عاما اعتقلوا من قرى ناحية مكيشيفة واقتيدوا جميعا إلى أماكن مجهولة أفرج عن بعضهم بعد مساومة ذويهم على مبالغ مالية طائلة ويقول المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب إن ميليشيات الحجد تمارس انتهاكات جسيمة في نواحي وقرى مدينة سامراء مستغلة سطوتها وغياب القانون من أجل تغيير التركيبة السكانية للمدينة مؤكدا أن الانتهاكات الإنسانية بلغت ما يوجب تدخلا أمميا لتطبيق القانون الدولي لا يبدو الوضع مختلفا في مناطق أخرى من العراق حيث وثق مركز إكرام لحقوق الإنسان شهادات ذوي المغيبين قصرا من منطقتين جرف الصخر والصقلوية تؤكد أن الضحايا في قبضة ميليشيات الحجد وقال المركز إن الحكومة لم تفتح تحقيقا واحدا للوقوف على حقيقة السجون السرية التابعة للميليشيات ولم تقم بواجبها لإنقاذ المحتجزين ما يؤكد مرة أخرى أن العراق تحول إلى سجن كبير تديره ثلة من القتلة والفاسدين ترجمة نانسي قنقر